اشتركوا في القناة يدركنا اثارها السلبية على الصحة العامة ارتباط ثقافة الجمال باللون الابيض السائدة في المجتمع السوداني يدفع الفتيات الى غض الطرف عن هذه المساوئ وهو ما تحاول العديد من المبادرات القاء الضوء عليه ومن بين هذه المبادرات مبادرة سمروية لصحبتها هاجر باردو دوسا التي تهدف الى مساعدة السمروات الساعيات لتفتيح لون بشرتهن الى اكتساب الثقة وتغيير مفهوم الطبيض وتوضيح الاضرار الصحية والنفسية الخطيرة التي قد تترتب عن هذه العادة سالي عثمان توضح لنا الصورة اكثر في تقريرها من الخرطوم سحنات متبينة تتدرج من السوادي وحتى البشرة الفاتحة هكذا هي ألوان بشرة أبناء هذا البلد لكن مواصفات الجمال بين الفتيات في السودان اختلفت فأصبح لون البشرة البيضاء هو الهدف والعنوان الرئيسي للجمال ورغم انتشار حملات التوعية بمخاطر استخدام مستحضرات التفتيح الضارة إلا أن ظاهرة لازلت موجودة بكثافة أنا عايزة أحطرها في السمراويات في الزور اللي هو بمسح كريم بغيير لأنه لوجه ما حيضف لي كثير يعني احتمالي يأسر للناس اللي معي السمراويات يقوموا هما يمشوا ويخلوا المبادرة فشان كده أنا عايزة أحطرها في السمراويات وقت ما عايزة أضاف عليها نخيل لغاية الآن 150 فتاة سمراويات سودانية معي في المبادرة ومعي شباب برضو مساعديني غلاء مستحضرات تفتيح البشرة الكيميائية مقارنة بالمستحضرات الطبيعية لم يغير كثيرا من واقع سعي الفتيات لاستخدامها فمفعولها السريع الذي يحقق لهن بشرة أفتح لونا في أسرع وقت يشكل العنصر الأهم لديهن دون الأخذ بالاعتبار ما قد تسببه من آثار جانبية سيئة قد تصل حد الخطر على الحياة كريمات تفتيح للأسف مليئة بمادة الهيدروكورتزون ومادة الهيدروكورتزون بتضر البشرة يعني المشكلة من الكريمات دي أضراره أضرارها بدور بتجلد ممكن الكريمات دي هذات في كريمات بتأثر على القلب بتأثر على الكبد بتأثر على الكلة بتأثر على الشعر يعني حتى من أضرار الجانبية ممكن نقوم بشعر بجميات في مناطق مختلفة بالنسبة للجسين بالنسبة للخلطات الجيسيم أو الوش مثل قشر البرتقان وقشر الربمان الحلب المسحونة الكركم كلها حيات زولية أكلها ممكن نستخدمها فما يكون فيها على ضرر كبير هذه الحيات نستخدمها في محلاتنا هنا لا يوجد الحيات الكيميكال لا نستطيع عمل فيها وحتى بالنسبة للخلطات الشعر وكذا يقول حيات الكركار الطبيعي حقنا هذا الزيوت المعروفة زيت السيمسيم وأصبحت هناك سوق رائجة لخلطة التفتيح كما تسمى محليا والتي يرعي بائعها الظرف المالي للفتيات حيث تتراوح أسعارها من المئات إلى جنيهات قليلة أو قدر ظروفك كما تسمى في محال بيع كريمات الطبيع والتي تنتشر في الأسواق أو تباع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لارتباط لون البشرة الأبيض بالجمال في السودان أسباب عديدة منها تذبذب الهوية في البلاد بين العربي والإفريقي أزمة انعكست بوضوح على مفاهيم الشابات التي تغيرت عبر الزمان من الجمال الأسمر إلى الجمال الأبيض سالي عثمان تلفزيون العربي الخرطوم للحديث من الناحية الطبية عن هذا الموضوع تنضم إلينا من الخرطوم الدكتورة ريلا عواد وهي استشارية أمراض جلدية أهلا وسهلا بكي بداية لو سمحت أخبرينا عن أسليب الطبيضة المتوفرة في السودان ما يمكن أن يتوفر أمام النساء السودانيات من خلطات من كرام من ليزر ربما أو حتى عمليات طبية معين شكرا جزيلا أسرة تلفزيون العربي وبالنسبة لمشكلة الهوس لتفتيح البشرة حقيقي هو ظهر في الآوين الأخيرة اتجاه للسعي لتفتيح البشرة ويمكن هذا هو نوع من السعي للنظارة أكثر من التفتيح ولكن اعتبر الكثيرات من البنات أن التفتيح هو أساسا نظارة ولكن التفتيح لا يجعل من البشرة نظارة وإنما يشويها أكثر إذا كان اللون أصلا ما فاتح فبيلجأوا البنات وهم يبحثنا عن النظارة للتفتيح يعني أنا أفتكر عن طريق الخطأ يعني أنا أفتكر أنه هم يعني دائما أنا أقول ضلوا الطريق للجمال يفتكروا أن التفتيح هو وسيلته للجمال وإنما النظارة هي مفهومة يعني مفهوم الجمال بدي أعرف شو متوفر في السوق أمام هذه الفتيات لأنه في خلطات طبيعية وفي كريمات فيما هو مؤثي فيما هو مؤثي جدا هل هناك ما هو طبيعي يمكن اللجوء إليه بأمان أم لا كلها مضرة نعم طبعا هو نحن نتدرج من الطبيعي واللي هو آمن جدا ولكن كما ذكر أحدهم في التغرير أنه الطبيعي هم بيعتبروه بطيء المواد الطبيعية فكثيرات يعني طركوا مجال الاستخدام الأشياء الطبيعية اللي ممكن تساعد البشرة في التفتيح وبدوا يلجأوا للمستحضرات المستحضرات بتتراوح ما بين مستحضرات طبية معتمدة ومستحضرات تجميل موسوغ بها وللمستحضرات أصلا بتكون غير آمنة تحتوي كثير من المواد والشوائب وفيها مخاطر كثيرة جدا بالإضافة لأنه عندنا هنا في السوق في السودان الشركات الممكن تكون معروفة عالميا ومعتمدة عالميا وتنتج مستحضرات قيمة ومعروفة ومأمونة قليل وجودها بشكل جيد عن طريق بكالات رسمية من الشركة الأم فحتى الموجود من المستحضرات موجودة عندنا هنا ما دائما بيكون هو الجيد دكتورة يعني عبدك عن الجيد وعن الشركة الأم المستهلكة العادية الفتاة المراهقة كيف تميز بين المنتج الجيد والمنتج السيد ما هو موافق للمواصفات العامة وما هو غير موافق لها والله هذه ممكن نجد فيها صعوبة حقيقي لأنه في بعض المستحضرات معروفة عالميا والناس بتعرف أنه بره في استخدامات لا جيدة جدا ويشوفوا حتى دعاياتها على مختلف أنواع الميديا لما يجدوها هنا في السوق من الصعوبة أنه هم يميزوا هل هي دلة الأصلية جاي من مصدرها واللي هي كانت بواقي بضاعة بتاعة مولات أو محلات بره وكيف كان وصلت هنا عندنا في السودان وكيف تم حفظها وكيف تم توزيعها كل هذه الأشياء بتأثر على جودة المنتج بالتأكيد نحن بنحتاج شغل كثير في أنه نميز وبعد هذه المحضرات يصنع في المحال أو في الصيدليات السودانية وبعضها والكثير منها لا يخضع للرقابة لماذا؟ يعني من يتحمل مسؤولية المستهلك المستهلك السودانية؟ حقيقي هذا كلام في مكانه يعني في بعض المستحضرات بتنتج محليا يمكن يكون لندرة المستحضرات الأصلية الناس تلجأ لتحضيرها محليا ولكن أنا لا أؤيد هذه الفكرة لأنها تخلو من عديد من المواصفات المفروض ينضبط بها إنتاج المستحضر فلا أؤيد استخدام أي منتج ودائما أنا بنبه البنات أنه عمل المستحضرات المنتجة محليا ما بيكون بالجودة الكافية مهما كانت يعني المحاولة من داخل الصيدلية أو من داخل المحاولة لأنه ينتج الموضوع بشكل جيد نعم في حال تم اللجوء إلى هذه المستحضرات الغير مرخصة أو ربما غير يعني مركبة بطريقة علمية وذات جودة عالية ما هي التدعيات على البشرة بشكل عام أو التدعيات الصحية أيضا هناك تدعيات صحية كذلك لذلك نعم المستحضر الغير جيد الجبي طريقة ما سليمة أكيد بيكون تغير التركيب ويمكن يدينا نتائج سيئة جدا لا تحمد عقبها والمستحضرات التي تتركب من مواد ابتدائية على أساس أنه ينتج منها مستحضر يؤدي الغرض يعني نحن نتكلم عن حيث أنه في بعض المواد عندها درجة خطورة ما هي خطرة على الإطلاق يعني لما نتكلم عن الكورتزون الكورتزون ما خطر على الإطلاق الكورتزون خطر في الاستخدام الخاطئ وخطر في الاستخدام يعني الكورتزون عنده مركبات كيميائية متعددة عنده يعني درجات أو نسب متعددة في كورتزون يستخدم لبشرة الوجه في كورتزون يستخدم مثلا للظهر في كورتزون للأرجل في كورتزون لحالة خفيفة في كورتزون لحالة متأزمة في كورتزون لطفل في كورتزون لكبار سن فيختلف حسب الدرجة بتاعة الكورتزون لذلك نحن نحذر من الكورتزون لما ينتج بطريقة ما عليها ريجوليشنس أو ما عليها إشراف فكذا الكورتزون نعم فالكورتزون بالتالي ممكن يؤدي إلى مضاعفات نعم وفي أيضا كذلك مواد أخرى يمكن أن تكون مؤثية جدا توضع في هذه الكريمات أو في هذه الخلطات التي يقال أنها طبيعية ولكنها تلجأ إلى هذا النوع السيء جدا من المواد دكتورة في حال اقتنعت امرأة ما وتريد إيقاف هذه المستحضرات لكن بعض المواد تبقى في الجسم لفترة طويلة جدا هل عليها أن تفعل شيء ما أم أنه يتم التخلص من هذه الترسبات بصورة طبيعية الجسم يتخلص منها بصورة طبيعية نعم شكرا على السؤال لأنه دائما أنا بحب أوصل الوصية دي التخلص من هذه المستحضرات لازم يتم بالتدريج لازم يكون بالتدريج لأنه بالذات لما يكون فيها كورتزون وإذا استخدم لفترة طويلة انقطاع المفاجئ بيؤدي إلى رد أفعال وده يخلي كثير من البنات يرجعوا يستخدموه من جديد لأنه مع انقطاع المفاجئ يعني أنا لا لما أعرف واحدة بتستخدم نهائي ما بنصح بإنها لا ده سيئة أوقفه فلازم أسحب بالتدريج وفي نفس الوقت بحاول إذا كان يحتاج الأمر ندي بعض الكريمات المعتمدة اللي بتعمل نوع من الترميم للبشرة لأن البشرة بتكون في اللحظة دي مجهدة جدا إلى أن ترجع البشرة ونتتحمل أي نوع من العلاج بعدها نتدخل من جديد يعني في جمع الأحوال من المستحسن استشارة الطبيب شكرا جزيلا لك الدكتورة ريلا عواد الاستشارية في الأمراض الجلدية من القرطوم على كل هذه التوضيحات ولن نتوجه إلى زميلة رانيا دريدي تطلعنا على معلومات وأرقام متعلقة بظاهرة طبيب البشرة بشكل عام وكأن معايير الجمال تقتصر على اللون دون سواه لدى الكثيرات فتجد بيضوات البشرة يتفانين في الحصول على السمرة بأي طريقة في مقابل سمروات يعملن على طبيض بشرتهن مهما كانت التكلفة على أن سأركز في هذا العرض على السمروات إذ اجتحى هوس تفتيح البشرة والحصول على البشرة البيضاء عددا كبيرا من الفتيات السمروات ويعود ذلك إلى الإعلانات التجارية التي تروج صورة أن مقياس الجمال مرتبط دائما بصاحبات البشرة البيضاء في السودان حيث يتركز حديثنا انتشرت في السنوات الأخيرة حالة من الهوس بمراكبات ومستحضرات تفتيح وطبيض البشرة وتتفاوت أسعار هذه المستحضرات حسب النوعية وتبدأ من سبع دولارات وتصل إلى خمسمائة وثلاثة وثمانين دولارا فأكثر تعد كريمات وخلطات التفتيح أو الطبيض من أخطر المشاكل التي تواجهها النساء في السودان وبحسب آخر تقريرا من مركز الأحصاء التابع لمستشفى الخرطوم للأمراض الجلدية فإن ربع الحالات التي تم استقبالها عام 2014 أي قرابة 21 ألف حالة كانت تشوهات ناتجة عن استخدام كريمات طبيض البشرة ورغم التحذيرات التي قدمها المجلس القومي للأدوية والصموم في السودان حول خطورة 13 نوعا من كريمات الطبيض إلا أنه لم يلقى أي صدن في الأسواق والصيدليات واستمرت عمليات بيعها دون أي اكتراث بالمخاطر وفق تحقيقات محلية وأكدت تقارير طبية أن المحلات التجارية التي تبيع كريمات طبيض البشرة عادة ما تلجأ إلى بيع منتجاتها بطريقة لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة ودون الحصول على استشارات طبية الأمر الذي أدى إلى تزايد أمراض الجلد وسط الفتيات ومن الأمراض المنتجرة نجد تهتك الجلد وهو عبارة عن تشوهات تؤدي إلى تهتك خطير في الجلد وتظهر بشدة مع تكرار استخدام مستحضرات الطبيب بالإضافة إلى سواد في البشرة أو ما يعرف بالكلف في الوجه وسرطان الجلد وغيرها وينس قانون الأدوية والصموم السودانية الصادر عام 2009 على عدم جواز توزيع أو بيع أو عرض أي مستحضر صيدلاني أو مستحضر تجميل إذا ثبت أنه غير مطابق للمواصفات وفي حالة مخالفة القانون فالعقوبة تكون بالسجن مدة خمس سنوات وبالإضافة إلى غرامة مالية أيضا من الخرطون تنضم إلينا هاجر دوسا وهي مؤسسة مبادرة سمروية أهلا وسهلا بكي كما استمعنا رغم المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن هذه المستحضرات مستحضرات التبييض إلا أن عدد كبير من النساء السودانيات يلجأنا إليها يعني لماذا برأيك خاصة أن الموضوع لم يعد حتى محصور بخانة الظاهرة تحول إلى نوع من الإدمان بالنسبة للكثيرات يا أهلين بيكي وأهلين بالناس اللي بيشوفونا كلهم أول حاجة هم البنات كتروا استخداموا لي لأنه أصلا يعني بيقى عندهم حوص كبير حوص بين الجمال الجمال بين البياط وصمرة أي واحدة في راسة إنه عشان أنا أكون جميلة لازم أغير لوني فعشان كده الحاجة دي زادت كتير أصلا لو رقعنا لورة 5 سنين لورة 10 سنين لورة كام ما في فالظاهرة دي كترت يعني من 2005-2006 اللي جاي فالظاهرة دي بيقت كتيرة نسبة لأنه واحدة عادة تشتغيل لازم تغير لونه واحدة عادة تخش الجامعة لازم تغير لونه واحدة عنيسة قريبة عايش تغير لونه الصحبتها عايش تغير لونه يعني أي شيء فحتى بيقت واحدة بس لما تكون ماشي الدكان لازم تغير لونه نحن تغير لونه حشان أكون جميلة يعني هذه ربما النطرة بخصوص الجمال بس أيضا يعني وكأنه في أزمة هوية أزمة هوية ليه؟ لأنه أصلا نحن الشعب السوداني كلهم معروفين عند العرب عند العالم كله إنه نحن متميزين بسمرتنا يعني السوداني لما يمشي أي عالم تاني حتى عالم العربي أي زول لما يكون بشرة السمراء بيسألوا أول حي أنت سوداني حاليا ما في رقم الوطن هنا ما في هويتنا ما في هوية فالزول لما يكون من بره أول مرة فلازم يشوف جوازه أستطيع أنه هو سوداني ولا مش أي دولة تانية عربية فهما بفتكروا إنه نحن عرب لازم نكون بيوت بس نحن ما عرب نحن فارغة يعني هم ناكرين حكاية إنه نحن سمر لا يقولوا إحنا عرب لازم نكون أبيع فمفين العروبة هنا ما في عروبة أصلا طبعا بالتأكيد وأنت بتشاركي بمبادرات من هذا النوع خاصة للتحضير من المقاطر الطبية التي قد تنجم عن الاستخدام السيء لهذه المستحضرات كيف عم بيكون التفاعل معكم والله التفاعل الآن ماشي لغاية 50% 60% بالنسبة لكل الناس لكل البنات السمراوات يعني ماشي 200% هم يتقبلوا الحاجة دي وتقبلوا إنه في ذول بدافي عندهم يعني بالنسبة للبنات هس زول لما ينزل بشارع على عام نادر ما يلقى بيت سمراوية فكلناس بيحاول يعاني وحال بالطبيعية ليه طبيعية؟ لأنها ما غيرت لونها فهم يفتكروا إنه أي بيت في السودان لازم تغير لونها والحاجة دي غلط كبير غلط كبير شديد شديد مليون في المية فالناس بيقى تساعد حاجة دي والحاجة دي كترة ليه لأنه بيقى فيها نسبة كتيرة نسبة نشرة كبيرة في السودان عنده قروبات في الفيسبوك بيغروا الزول بيخلوا الزول حتى زول الماء عنده رغبة بيرقبوا إنه يغير لونه مثلا عندك فيه قروبات بيقول لك إنه خلال سبع يوم أنت تكونوا بيضاء يعني حتى زول الماء عنده رغبة يقول أنا في سبع يوم أكون أبيض أمشي أمسح الكريمة أحسن أنا أكون أبيض هي ما بتفكر الكريمة اللي في سبع يوم بيفتح فيه شنو من كيماويات فيه شنو بيعمل شنو أضرارها شنو سلبياتها شنو جانبياتها شنو فيه دور سلبي كمان تلعبه شركات التجميل العالمية شركات مستحضرات التجميل والأعلانات أيضا في الكثير من الأحيان تستخدم فنانات عالميات للتصويق خاصة لطبيض البشرة برأيك هل يجب الضغط على هذه الشركات أيضا؟ نضغط عليهم مليون في المئة الضغط يكون من جوه هنا أعطي ما نطلع عليه برق سودان لأنه هنا في سودان عندك ملاكس كتير 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 شديد بكسر يعني بيقت أكتر من الدكات أكتر من صيدليات العلاجية بيقت زيادة من القراءة زيادة من التعليم بيقت زيادة من أي شيء فالناس كلهم شنو مركزين على حكاية تغيير اللون والبياط والهوس والكلام الكتير فأي زول يعني مثلا عندي قروج عايز عمل مشروع بشوف البنات بشوف سايت هنا في سودان شنو عشان أنا أعمل عليه فالزول بقعد بفكر إنه لا البنات بمسحوا كريم أنا أفتح لي بواتيك خلاص البواتيك ده ماشي عندي واحد تاني عايز يعمل مشروع برضو شوف بواتيك فلان ماشي سودان كلها عبارة عن بواتيك وكشكة بتاع كريمات وكسر بتاع تغيير اللون والكلام الكتير فأي زول مضطر يغير لون لأنه حاجة بيقى سهلة وفي زول انت جوا البيت بتجيبوا لك المنتج لغاية عندك صارت مودة بس كمان في جانب مهم جدا يعني في الأعوام الماضية هاجر المجلس القومي للأدوية والسموم في السودان حذر من حوالة 13 نوع من الكريمات لا يجب أن تستخدم بتاتا لكن رغم ذلك ورغم هذا التحذير ظلت الصيدليات والمحال تبيع هذه المنتجات الضارة بحسب المراكز الطبية المعترف بها دوليا لماذا يعني ليش ما فيه متابعة ليه ما فيه رقابة على هذه الصيدليات وهذه المحال هم بيقولوا فيه رقابة بيقولوا أنه فيه برنامج حاصل بيقولوا وإحنا شايفين بيقولوا أنه يخل كريمة مثلا عندك الصباح بتاع التوبجيل والأورنجي قعد ما يدخل السودان ده هو القاعد السودان حاليا يعني أي شي هم قال ممنوع ما يجي السودان ده هو الأبتر شي موجود السودان واحسن يسكتوا يخلوه وإيش لأنه هم بيقولوا إحنا كريمات دي ما عادينا ضارة بصحة يمكن هم ذاته اللي قاعدين يجيبوا حسن يبقوا بأسعار غالية نحنا ما معرف نحنا ما نقدر نقول كده ولا كده وإيش لكن هم أنا عايزاهم أنه يشدوا حالهم يعني حسب ما نفهم هناك تقصير من قبل وزارة الصحة في هذا الخصوص تقصير مليون في المئة أيوة مليون في المئة أيوة بتكرر كثير هيلة ومرة معليش غلطة مرتين معليش لكن سودان كله سودان يعني سودان حجم السودان كله كل سودان دي لو جيد حسبنا حكاية البواتي ممكن يطلق أكثر معدد الناس ليدا كله الرغابة وين هنا ما في رغابة طب هجم برأيك 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 ويمكن فيه يمكن فيه لكي ما عملي حاجة طب أولك هل فيه حدا عم يستفيد من هذه الظاهرة بالنهاية هي تجارة كثير أيوة طبعا كل بتاع البواتيك بيستفيد والناس ذات المواطنين ذات المهم بيستفيدونه نحن جهات ربما تكون على أعلى المستويات ليس فقط يعني التجار أو أصحاب المحال والله يمكن أصلا لو هم لا يجين منها الربح ما لا يجين وراء الربح ما هتكون بالكترة دي ممكن تكون أصلا هي معدومة ولو حكومة دي كلها اتفقت على يد واحدة شأن حجوب الأسواق بيكون ما في ولا علبة ولو هم بيقى بتجد بالرقابل هم بيقولوها وقعد في الشوارع اللي هو بتاع الجمالك ما في ولا علبة بيجي داخل فيها أها بتجي من وين نتمنى أن يصل صوتك لأنه بالفعل نحن أمام ثاهرة خطيرة جدا قد تصل إلى حد السرطان يعني الأمر ليس بمسحة شكرا جزيلا لك هاجر دوسا مؤسسة مبادرة سمروية مناغور